ترأس الوزير الأول السيدة إيمان بن عبد الرحمن اجتماع الحكومة درست من خلال الحكومة عدة ملفات بداية في مجال استثمار درست الحكومة مشروعا تمهديا لقانوني يحدد شروطها وكيفية منح العقار الاقتصادية التابعة لأملاكي الخاصة للدولة والمواجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وآتي هذا المشروع التمهدي في إطار توجهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ومرافقة المستثمرين أما فيما يخص التحذيرات لشهر رمضان استمعت الحكومة لعرض الوزراء المكلفين بالشون الدينية ثقافة والاتصال حول برنامج النشاطات المتعلقة بشهر رمضان المعظم وفي مجال الرأي قدم وزير الشغال الأمومية والرأي والمنشاة القاعدية عرضا حول مدى تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأمين تزويد السكان بالماء الشرم في هذا الإطار وبنظر الوضع المناخي الحالي الذي يتسم بعجز في تساقط الأمطار تم انتخاذ تدبير مستعجلة من خلال إعادة تفعيل مخطط الاستعجالي المعتمد خلال عامين الماضيين قصد ضمان تزويد الساكنة بالماء الشرم بصفة منتظمة خلال سنة الجارية وفي مجال الثقافة درس للحكومة مشروع تمهيد يتعلق بالصناعة سينماتوغرافية والهادف لمراجعة الجهاز التشريعي والتنظيم الذي يؤثر قطاع السينما قصد ترقية الصناعة سينماتوغرافية وخلق ديناميكي اقتصادية حقيقية في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر